في إطار الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وحرصها على التواصل مع كافة فئة المجتمع شاركت الوزارة القادرين باختلاف في الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص والإعاقة وقامت وزارة الداخلية بتنظيم احتفالات لهم وتقديم مزيد من التيسيرات بكافة المواقع الشرطية ولتكن جهود تمكين أبنائنا من ذوي الهمم جزءاً لا يتجزأ من الأولويات التي تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين بواجه عام تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية أولت وزارة الداخلية اهتماماً خاصاً للقادرون باختلاف واتصاقاً مع هذا التوجه الإنساني للوزارة في دعم هذه الفئة حرصت على مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة والذي يواكب الثالث من ديسمبر من كل عام من خلال تنظيم عدد من الفاعليات للاحتفاء بهم ومعهم فقد نظمت الوزارة زيارات بهذه المناسبة إلى عدد من دور رعاية الأيتام ذوي الإعاقة وتم إهداء الأطفال نزلاء هذه الدور هدايا عينية أدخلت البهجة في نفوسهم ورسمت الفرح على وجوههم وتم الإشارة بهذه المبادرة وبالدعم المتواصل الذي تقدمه الوزارة لهم والذي لا يقتصر على المناسبة فقط بل يمتد طوال العام دايما على مدار السنة مش في اليوم العالمي بس بيبقى فيه احتفاليات بالأيام العالمية الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الزينية أو المكفوفين بيقدموا دايما مفاجآت وتيسيرات للأشخاص ذوي الإعاقة عايز أأكد على دور وجارة الداخلية مع المدارس والأطفال يعني مش بس الشرائح اللي هي بلغت من العمر مبلغاً يعني لا كمان الزيارات الميدانية للمدارس يعني توزيع الهدايا والعصى البيضاء يعني فعلاً بنحس إن إحنا حد من أهلنا بيطبطب علينا وبيحنوا علينا وتواصل الاحتفاء بذوي الاحتياجات الخاصة بتنظيم احتفالات لهم بأنديات الشرطة على مستوى الجمهورية تضمنت عروضاً ترفيهية ومسوقية وكذا إبراز مواهبهم الفنية المتنوعة أنا موجود في وسط الخليلي طاولي مجهود وحظ الحلوكم بينكم ولي وجود أنا النور اللي جواي ينور ليكو كل مكان أنا اللي نولت اسمعها ومش محتاج عشان هوتاك من أشكر وزارتي الداخلية إن هي أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نحضر الحفلة الجميلة دي النهاردة أولادنا اتبسطوا جداً بالاحتفالية أنا أتبسطة مع الزباط وكان أحلى يوم في حياتي ونفسي أقابلهم تاني أنا النهاردة سعيدتي جداً بيجي من الجميل ده وأنا أشكر عليه وزارة الداخلية وسيدة الرئيسة عبدالفتاح السيسي وخصوصاً النهاردة كان يوم جميل والشرطة كانوا قاعدين معنا وكانوا بيدونا هدايا كما تضمنت رحلات النيلية وتم توزيع هدايا عينية متنوية عليهم عندي أمان فيكم وبيكم نبني عزيمة وعمل الرحلة الرئيسة كانت مميزة جداً من الأماكن الحلوة اللي إحنا شفناها والمناظر الطبيعية بالإضافة لمشاركة أستاذ الزباط معنا في الاحتفالية وفرحوهم جداً 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 بمتعز شفهم ممزهم مع بعضهم كانوا مع بعضهم مع بعضهم سائق الصفر وتصريح العمل لهم بالمجان ولمدة إسبوع أشكر وزارة الداخلية على الخدمات التي يتم تقدمها لأبنائنا من زو الأعاقة من خلال استخواج الأواق الصبيعية لهم بالمجان كما يقوم قطاع الخدمات الطبية باستقبال الأشخاص ذو الإعاقة بمستشفيات الشرطة على مستوى الجمهورية لتوقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان ولمدة إسبوع هذه الاحتفالات تأتي من منطلق حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وتحقيق التواصل مع القادرون باختلاف التي تحرص القيادة السياسية على توفير الدعم والمساندة لهم أنا موجود تستمر وزارة الداخلية في تقديم الدعم لذول احتياجات الخاصة في كافة المواقع الشرطية من خلال تيسير إجراءات حصولهم على كافة الأوراق الثموتية وأيضا مشاركتهم الاحتفالات باليوم العالمي لذول إعاقة وتقديم هدايا عينية لهم ودعمهم ومساندتهم عبدالله بركات التلفزيون المصري ترجمة نانسي قنقر